أشهد معتمدية عقارب من ولياة اسفاقس منذ ليلة الماضية هدوءا في مختلف أرجاء المدينة سجلت معه عودة إلى الحياة الطبيعية في الجهة كما خلت الشوارع من كل مظاهر التحركات الاحتجاجية التي شهدتها على مدى أربعة أيام على خلفية قرار وزارة البيئة فتح مصب الجنة للنفايات هدوء يأتي بعد استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرتاج مجموعة من نشطاء المجتمع المدني وتعهده بعقد اجتماع ثاني معهم بحضور وزارة البيئة في ظرف يومين لإيجاد حل نهائي لمصب الجنة وإتلاقي صراح كل الموقفين في الأحداث التي شهدتها الجهة فهم الوضعيات فهم الطلبات سيد رئيس مشكور وتعهد لنعود اجتماع آخر مع سيدة وزارة البيئة ومع سيدة في ظرف نهارين لإيجاد حل نهائي لمصب نفايات بالجنة مع أيضا تعهد بفتح تحقيق جدي للملابسات وفاة فقيدة عجيرب المرحوم عبد الرزاق لشهب وفقيدة عجيرب أيضا أمال ربي يرحمهم أيضا تعهد بالموقفين المجدودين تعهد بطلق صراحهم رئيس الجمهوري أكد خلال هذا اللقاء وحدة الدولة التونسية وأهمية وعي الجميع بالمخاطر التي تعيشها البلاد مشددا على ضرورة الانتباه إلى كل من يسعى إلى تأجيج الأوضاع وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية وشدد سعيد على أن ملف النفايات قضية تتعلق بكل جهات البلاد وسيقع العمل على التوصل إلى حلها في أقرب الآجال كما استمع رئيس الجمهورية إلى المقترحات التي تم التقدم بها خلال هذا اللقاء واعدا بتناولها بالدرس مع كل الجهات المعنية من أجل ضمان بيئة سليمة لكل المواطنين على حد السواء كما ينص على ذلك الدستور وكانت معتمدية عقارب من ولاية اسفاقس شهدت منذ الأثنين الماضي موجة احتجاجات ومواجهات مع عناصر قوات الأمن بسبب رفض الأهالي لقرار وزارة البيئة إعادة فتح مصب الجناء